أهلينا أصحاب المعاشات ومستحقي المعاشات ودي حاجة مهمة جدا والدتي وولدتك وولدك وانت تحديدا إن كنت تستحق هذا المعاش أو تستفيد منه إلى آخره احنا اللي فهمناه من سيدة السفير نادر سعد إنه الدولة خدت قرار تبكير معاة زيادة المعاشات زائد الرواتب يعني ناس اللي شغالها لسه هتاخد رواتبها اللي كانت المفروض تزيد في بداية العام المالي الجديد اللي هو شهر سبعة لا هنبدأ من إبريل بإذن الله كذا الحال في المعاش طب هنفهم المستفيدين قد إيه سيدة اللي هو جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا 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 إزاي الصحة كله تمام أهلا وسهلا الحمد لله رب العالمين يا رب دالما وحاولتك بالصحة وسهلا ورمضان كريم برضو بإذن الله بإذن الله يا فندم سادة اللي هو دلوقتي اللي احنا في منها من قرارات مجلس الوزراء انه الدولة خدت قرار تبكير زيادة المعاشات ثلاثة شهر بدل ما يبقى في بداية العام المالي الجديد لا احنا هنبدأ من أول إبريل وده هيبقى له تكلفته عايزين نفهم أكتر التكلفة هتبقى قد إيه هيستفيد منها قد إيه يا فندم حاضر يا فندم بداية نسبة الديادة ان شاء الله التنادي تم إقرارها 13% حدها الأدنى 120 جنيه 13% من إجمال المعاشة من الإجمال من الإجمال عظيم حدها الأدنى 120 جنيه حدها الأقصى 1222 جنيه كويس هيستفيد من الديادة دي 10 مليون و7 من 10 مستحق 10 أو 7 من 10 مليون مستحق حلوة التكلفة الشهرية للزيادة حوالي 3 و 8 من 10 مليون 3 و 8 من 10 مليار مليار جنيه تكلفة التبكير يعني حضرتك زي ما احنا متعودين دايما ان الزيادة المعاشات بتيجي في شهر 7 من كل سنة السنة دي ان شاء الله هنصرف الزيادة اعتبرها من 1-4 زي ما حضرتك عالف احنا بنصرف المعاش في أول الشهر أيوه عكس المرتب أيوه يوم 1-4 هيتم صرف المعاشات ان شاء الله شاملة قيمة الزيادة وده الحد تاني قدام الحقيقة ان احنا نلحق نخلص برامج حساب الزيادة ونتأكد من ان الزيادة نزلت كل صاحب معاش حيث انه لما يتوجه يوم 1-4 لأي مكينة صرف يحط الكرت بتاعه يسحب المعاش فيه الزيادة ان شاء الله وده نبني وعد به ان شاء الله يعني ده دور الهيئة وهتقوم به وهتنزل الزيادة ان شاء الله مع معاش شهر 4 بإذن الله 1-4 الناس هتصرف الزيادة عادي بإذن الله تصرف المعاش ده للزيادة بإذن الله ان شاء الله التكلفة التبكير احنا قلنا التكلفة الشهرية 3-8 من 10 مليار هنضربهم في 3 شهور اللي هم 4-5 وستة 11-4 من 10 حوالي 11 و4 من 10 نبنيار ان شاء الله من بداية السنة الجديدة من 1-7 2022 هيستمر بصرف المعاش زائد الزيادة الزيادة مخطط فيها خلال السنة أو العام المالي القادم قيمتها في السنة 38 و14 مليار جنيه وهيبقى اجمال المعاشات اللي هنصرفها خلال العام المال المقبل اللي هيبدا في 1-7 ده اجمال المعاشات اللي هنصرفها بما فيها الزيادة هنصرف حوالي 321 ونصف مليار جنيه عشان خلال العام المال المقبل النقطة اللي عايزة أقول عليها ومهمة أبطل من وجهة نظر انها مهما أفهم ده متفضل